اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخر ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة التامة في الدين والدنيا والآخرة ترجمة نانسي قنقر يرجع النسب إلى الإمام الحسين بن علي كرم الله وجهه وهو أحد أعلام التجديد والتنوير في الفكر الإسلامي الحديث وكان له بصمات علمية وفكرية واسعة وهو أحد من استفاد من البعثات العلمية إلى الخارج وبالتحديد إلى فرنسا ولازال مشروعه التجديدي والعلمي يذكر حتى الآن رغم مرور كل هذه العقود الطويلة إنه الشيخ رفاعة التهطاوي في مصر أرض المجددين تمثل محور مشروع التجديد عند رفاع رافع التهطاوي في قضية رؤية الآخر والترجمة وإصدار الوقائع المصرية وتنظيم مسألة الآثار والاهتمام بها بل إن له كتاب اسمه القول السديد في الاجتهاد والتجديد رحمه الله رحمة واسعة فضيلة العلم الجليل أستاذ دكتور علي جمعة أهلا بحضرتك أهلا وسهلا بك أهلا بكم فالدكتور النهاردة هنتوقف مع العلمة رفاعة التهطاوي أولا هو كله تجديد وكله تطوير وكله رؤى ولكن من أي الزواية يفضل دكتور علي جمعة أن نبدأ في الحديث حول العلمة رفاعة التهطاوي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا أيضا كان رفاعة رافع التهطاوي وهو من تهطا كان علامة فارقة وكان أيضا كما قلنا قبل ذلك في الشيخ محمد المهدي كان من العجائب والغرائب يعني هؤلاء الناس أقامهم الله سبحانه وتعالى من أجل أمر يقتضيه ويريده في الأرض رفاعة رافع التهطاوي كان شخصا نجيبا ولما جاء مصر والتحق بالأظهر جلس حوالي ست سنوات ثم أصبح متصدرا للدرس هو ولد ألف وتمنمية وواحد يعني في بداية القرن ومات سنة ألف وتمنمية تلاتة وسبعين عنده تنين وسبعين سنة رحمه الله وتعالى رحلة العطاء هذه في خلال اثنين وسبعين سنة لما جاء مصر القاهرة ودخل الأظهر ودرس فيه اختص بالشيخ حسن العطار الذي أصبح بعد ذلك شيخا للأظهر حسن العطار كان رجلا أبو كان عطار وكان يعني فقير الحال ولكنه كان في منتهى الذكاء وكان متوجها للمعرفة البشرية هو البشر وصل لإيه وللحقائق العلمية ولذلك نراه جلس مع الفرنسيين حتى يستنبئ منهم سر ما وصلوا إليه من قوة استطاعوا معها دخول البلاد بهذه كيفية صحيح الفرنسيين هزموا في الشام في عكا وهزموا في الصعيد ولكن مهما كان كان عندهم شيء من القوة رفاعة طهطاوي تعلم على يد مدرسة حسن العطار رفاعة طهطاوي لما تصدر للتدريس وكان حافظا للقرآن ذهب إلى الجيش المصري وانضم إليه وأصبح إماما للجيش المصري لما جاء محمد علي باشا حثه حسن العطار أن يرسل البعثات العلمية كان يرسلها أول ما أرسل إلى إيطاليا ثم بعد ذلك اتفق مع باريس على أن ترسل إلى باريس أرسلها إلى باريس وقال له علشان الأولاد لا يتفلتوا هناك ابعت معاهم من يقيم لهم الصلاة ويلجأون إليه في معرفة الأحكام ورشح رفاعة طهطاوي وذهب معهم ثلاثة رفاعة أحد الثلاثة هؤلاء وقال لرفاعة أكتب لي كل شيء لأن الفرنسوية معهم مفتاح مفتاح يعني حاجة معينة احنا مش عارفينها فلما ذهب رفاعة إلى باريس بدأ يتعلم الفرنسية وهو في المركب مما يدل على علوه الهمة واتخذ له أستاذا هناك يعلمه الفرنسية وأستاذا يعلمه منظومة العلم كان اسمه جومار وبدأ يرسل لحسن العطار كل شيء كيف أن عربية الرش بتعمل الشارع بيأكلوا إزاي بيحطوا الشوكة فين والمعلقة فين والسكينة فين وكذا إلى آخره علاقة الرجل بالمرأة وهي أصل الاجتماع البشري كيف تكون إلى آخرين دفاع هناك حولوه من إمام للبعثة إلى طالب في البعثة لما رأوا النجابة ورأوا تعلمه للفرنسية بسرعة وبعض أهل هديد بعثات كان يصوغ الشعر بالفرنسية من شدة التمكن من اللغة كله ده لأن المنهجية حاضرة في الزهن بدأ بقى هنا المشروع التجديدي لرفاعة المشروع التجديدي لرفاعة ده ألف فيه رسالة لطيفة اسمها القول السديد في الاجتهاد والتجديد وهو أول من أوجد كلمة التجديد في كتاب في عنوان كتاب ونشر هذا في صورة حلقات في مجلة كان مسؤولا عنها في أواخر حياتي اسمها روضة المدارس هذه المجلة نشرت حلقات من القول السديد ثم بعد ذلك طبع في صورة كتاب إذن الرجل كان واعيا أنه يقوم بتجديد هذا التجديد كانت له عناصر العنصر الأول هو وجوب الاطلاع على منتجات الآخرين فقام بإنشاء مدرسة الألسم رب فيها مجموعة كبيرة من المترجمين منهم صالح مجد باشا وغيره صالح مجد ده بنقوله لأنه لما الخديو إسماعيل أراد أن يخفف العلاقة التي بين مصر وبين تركيا وتركيا عملت مجلة اسمها المجلة العدلية والمجلة العدلية دي يعني قوانين قننت فيه الفقه الحنفي فإسماعيل أصبح في ورطة لأنه لو طبق المجلة العدلية هتصبح البلاد أكثر اتصالا وتبعية لتركيا فجمع العلماء وقال لهم نعمل إيه في الورطة دي فالعلماء اقترحوا أن نمشي على الملكية واقترحوا أن احنا نعمل مجلة تانية للقول الثاني عند الحنفي نشوف المجلة الأولانين دي بتقولي مين نقول إحنا شمال شمال نقول إحنا يمين وده قام به محمد قدري باشا وكان أيضا من التلامزة رفاعة طهطاوي علي أفندي ابن رفاعة طهطاوي يحكي هذا الكلام وهذه الجلسة لرشيد رضا الذي لم يرى رفاعة وإنما رأى ابنه علي أفندي فالخدو إسماعيل لم يخرج من الشريعة ولا يريد بل يريد الخرؤ من التركية بذلك من تركيا واتبايا نفس المذهب لنفس المذهب فناس عادين قالوا على فكرة كل القانون الفرنسي مأخوذ من المذهب المالكي من جوارهم للأندلس المالكية وتأثرهم دراسة وفقها بهذا فألو طب لما نشوف فبدأ كلف رفاعة هو والفريق بتاعه اللي فيهم محمد قدري وكان يتقن الفرنسية وكان وزيرا للعدل دلوقتي يقول الحقانية ومنهم صالح مجدي باشا وغيرهم لترجمة القوانين الفرنسية وصدرت في مجلدين موجودة عندي في مكتبتي اللي هي القوانين الفرنسية التي أصدرها كود نابليون أول وكود نابليون تاني فيها وأعطيت هذه الترجمة إلى مخلوف العدوي علشان يقارن بينها وبين المذهب المالكي فقارنها في مجلدين المقارنات التشريعية وطبعنا هذا الكتاب أيضا علشان نوازن ما بين هذا إذن فالمشروع العلمي التجديدي بتاع رفاعة كان واضحا وهو بناء الجسور الفكرية الثقافية من غير تأثر ولا انضباع يعني تقليد أعمى لما يصل إليه الغرب لا إحنا هنقرأ وهنفهم وهنهضم ثم نختار وليس أن إحنا مناش رأي أو كده إلى أخير إحنا عندنا تراث وهذا التراث تراث فيه كنوز ولكن لا يمنعنا هذا من إدراك خبرة الآخرين وما توصلوا إليه من أفكار وما يصلح من هذه الأفكار معنا في بيئتنا في ديننا في مرادتنا التي نريدها إذن هذا مشروع تجديدي متكامل طب أستاذ حرج بعض الفاصل نشوف الأسباب بعد هذا المشروع اللي قدت إلى بقاءه لمئات السنين بهذا الشكل حينما يأتي اسم الرفاع الطاطوي على طول يأتي في ديني بأنه مجدد وأن أفكاره ما زالت أو حتى كانت باقية لقرون عدة بعد انتقاله أستاذا نخرج بعض الفاصل بمدينة طهطة بمحافظة صهاج وعند مدخلها تجد تمثالاً له يرحب بك في مكان مولده فهنا عاش رفاع رافع الطاطوي قبل مجيئه إلى مصر ليلتحق بالجامع الأزهر الشريف لتبدأ منه مسيراته العلمية الفريدة الصفاته زي صرح ماشا مجدي اللي هو تنميزه كان يقولك أنه فيه زكاء بدون خبس متدين بدون تزمت كان سياسي وعنده من الكياسة وكان متواضع جداً يعني درجة أنه كل ما كان يرتفع منصب ويزداد نفوزاً كل ما يزداد تواضعاً وكان كريم جداً وزاقي جداً مع أهله وأصدقائه مع عرفه وكل من يعني يتعامل معه وعند منزله والذي أصبح من أشهر المنازل التاريخية في سهاج وبشارع بور سعيد بمدينة طهطة والتي جعلته مزاراً هاماً لكل من وطأت قدمه مدينة العلامة رفاعة طهطاوي مؤسس النهضة العلمية في العصر الحديث أهلاً وسهلاً في الدكتور مرة أخرى مرحباً بكم أهلاً بكم فضل الدكتور لماذا بقى وعاش مشروع الإمام رفاعة طهطاوي والعلامة رفاعة طهطاوي كل هذه العقود الطويلة هو أساسة المشاريع أول شيء فيها الإخلاص يعني لو أنها صدرت من مخلص فإنها تبقى وثانياً الانفتاح وليس الإغلق لأنه من أغلق على مشروعه أصبح زمنياً غير قابل لأن يتجاوز الزمان كما هو في مشروع رفاعة طهطاوي ومشروع محمد عبدو إلى آخره وثالثاً كما يقول الجاحز الجاحز قديماً في القرن الثالث الهجري بيقول أنه كل زمن له لغته فلابد أن تعيش في لغتك لما تيجي الأعمال الكاملة لرفاعة طهطاوي وجمعها الدكتور محمد عمارة رحمه الله تعالى تجد أنها مفهومة تقرأ كده وتفهم إذن فهو يخاطب عموم الناس لا يضع نفسه في أبراج عاجية ويتكلم بلغة لا تصل إلى أفهام وعقول وقلوب الخلق لو بعد 150 سنة أجي أقرأ فكأني أقرأ لأحد الكاتبين العيشين ده لا أدي مقدرة صحيح ده رفاعة امسك مدرسة احنا عايزين نفتح هناك مدرسة ابتدائي يعني كان فيها مهانة دي اللي في السودان في السودان فراح وفتح المدرسة وعلم العيالة 40 طفل وكان يتتبعهم وزي ما يكون يعمل لكل واحد منهم ملف وبعدين لقى روحوا إنه في فراغ فراح مترجم الرواية بتاع تلمان من الفرنسية إلى العربية فهذه الهمة وهذا التواضع وهذا العطاء ما كانش يهمه إنه هو يكون يعني ركن من أركان الدولة أو يكون بيدرس في مدرسة ابتدائي هو بيؤدي واجب بينه وبين الله سبحانه وتعالى في قضايا التعليم لما رفاعة جه مصر وقعد في الأزهر الشباب كله تلف حواليه ليه كلام واضح وبيفهمهم وبيفهمهم بعمق فلتر الوقاعة المصرية وإصدار الوقاعة المصرية هل تشاهد في الخاطوة دي إزاي يعني أصارها سواء أصارها الصحفي أو حتى في أصارها القومي بالنسبة للمجتمع المصرية يريدوا أن يعيش عصرها ولذلك قضية الوقاعة المصرية هي كان في الأساس جاية برضو من حسن العطار وهو بيقول في التنظيم لمحمد علي حسن العطار كان مدرسة هنشوف إن شاء الله ربنا يسهل نكلم ولكن هو رفاعة كلفة بالوقاعة المصرية وكانت اسمها الجريدة الرسمية الوقاعة المصرية هي الجريدة الرسمية التي يصدر فيها القوانين والتي يصدر فيها الدكريتو كانوا يسموها دكريتو كده والفرمانات إلى آخرين معناها التنظيم الحكومي فرفاعة تولى الوقاعة المصرية وكانت الوقاعة المصرية فيه بدايتها كانت تكتف فيها مقالات بعد رفاعة بمدة جه محمد عبدو ومسك برضو الوقاعة المصرية وكتب فيها الحاجة التانية من آثار المشروع أنه يعيش العصر دليل بدأ يهتم بالآثار وبتجميعها وبوضع القوانين المانعة لتهريبها أو الاستهانة بها في الأول كان يعني كل واحد يلاقي حاجة تبقى ملكه لكن بدأت القوانين تصدر أنه هذه ثروة قومية وبدأ من أن الفرنسوية والإنجليز يجوا ويحملوا هذه الثروة التي يعني لا تقوم إطلاقا بثمن من كتر أهميتها إلى بلدهم ويحطوها في متاحفهم أو في قصورهم أو كذا إلى آخره أن المصريين لا بد أن يحافظوا على هذه الثروة الكبيرة هذه النظرة نظرة جديدة تماما فالحقيقة كان رفاعة طهطاوي أحد العلامات الفارقة في قضية الأثار وفي قضية تنظيم هذه الأثار وفي قضية بعد ذلك إنشاء المتحف المصري الموجود في التحرير وهذا الذي دفع المصريين لأن يعملوا المتحف الكبير عند الهرب إن شاء الله ربنا يمن علينا بفتحه وكذا إلى آخره وأخذت الآثار معنى آخر وأخذت الآثار أنها جزء لا يتجزأ من دراسة التاريخ ومن معرفة خبرة السابقين ومن أنها لها قيمة في ذاتها سواء كان قيمة سياحية أو قيمة علمية أو قيمة اجتماعية أيضا إلى آخره تبين عراقة هذا البلد وتبين أهميته كل هذا جاي من مشروع رفاعة طهطاوي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الضاري شكر جدا في الدكتور علي جمع الحضرتك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا موصول لحضرتكم إلى اللقاء من السلوكيات الخاطئة التعصب الكروي وإثارة الفتن بين الجماهير ولقد تفشت هذه الظاهرة في عصرنا ولكن كل إثارة للفتنة لا تجوز في الدين والتعصب الأعمى لأي شيء سواء أكان فريقا رياضيا أو قبيلة أو مذهبا فإنه تعصب المقيت يأباه الله ورسوله والحق أحق أن يتبع ابتعد عن هذا السلوك الخاطئ وانوي بذلك رضا الله اللهم إنا نعوذ بك من أصدقاء السوء ومن زملاء السوء ومن رفقاء السوء ومن صحبة السوء اللهم اصرفهم عنا صرفا جميلا والههم بأنفسهم وبعد شرهم عنا يا كريم شكرا